إيه الأخبار؟ كله تمام؟ تمام أنا عامل معسكر في البيت حلو أول خروجة في عز المعسكر من المعسكر ده خرجت بإيه؟ يعني الناس قاعدة عما تقول الاختيار لا 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 فتن أمل حربي مش عارف لا لا هي بالإضافة إلى مش لا يعني آه الناس قدم احتارة لا يعني لا الحياة فعلا العدد المسلسلات الجيد أو اللي فيها قدر كبير من الامتياز وتشدك كتير حلو بجد يعني احنا كل سنة بنطلع بمسلسلين ثلاثة لو السنة الفاتحة تليك مثلا إيه بك بالكتير أول أربع خمس مسلسلات طلع وانت حاس أن هم السنة دي لأ يمكن الرقم يتجاوز العشرة كأعمال جيدة وأعمال تشتاء إليها وتاخد قلبك وعقلك قدرت تترتبهم ولا لسه؟ لا لا مش دلوقتي مش دلوقتي لأنه لا فيه الجمال كتير حتى الكوميديا اللي هي احنا عندنا نقطة ضعف اسمها الكوميديا مع أنه دائما يعني المصريين مشهورين بخفة الدم وقالي أنا بقى طويل في الكوميديا على كل المستويات لكن كنا دائما بنتعثر في الدراما التلفزيونية في السنوات الأخيرة بعد بتعادل عمالقة كنا عندنا تعثر السنة دي ممكن تلاتة أو تربع عمال واخد قلبك ككوميديا وده رقم كبير ومعمولة مكتوبة صح لأنها اتعملت بجدية مش ناس جاي يتهرج لا معمولة بجدية طيب خليني أخد معاك مثلا الاختيار الاختيار حالة استثنائية هو مسلسة استثنائية بكل المقيس فترة زمنية على الأقل 95% يتذكروها يعني ممكن يبقى طفل مثلا عنده 10 سنين فهنا يفتكر 95% من المصريين فتكلم على 95 مليون لا تزال في الزاكرة الأحداث أعظم ما في هذا العمل من أول الجزء الأول بس زادت بعد كده في الثاني ومشي أعلى في الثالث أن دايما في جانب توثيقي كل حاجة بتشوفها في جانب توثيقي جنب الجانب الدرامي يعني الخطين متوازن وده مهم لأنك أنت الوثيقة الناس كلها فكراها لأنها كانت في كل الفضائيات فالناس فكرة وشايفة وجوز جبير من الناس كان في الشارع ومدرك اللي حصل ولا يزال بداخله كل اللي فات لسه فكره ولسه عايشه طب إزاي تقدم ده في الدراما فكان الخطين دول حقيقة كانوا هما اللي بنى عليهم هاني سرحان الكاتب وبيتر ميمي المخرج بحيث أنك أنت في كل لحظة الحقيقة اللي حصلت أنت متأكد منها لأن أنت قدامك شريك بيأكدها ثم الخيال الدرامي بيدعم ده فكان فيه يعني ايه تواصل بين الخطين موسيقى